من جهته قال باري تومالين محرر شؤون دولية خلال مدخلة هاتفية في البرنامج من لندن قال إن التفرقة بين القطريين في التصويت تتناقض مع مبدأ الانتخابات والديمقراطية وفي التقطية الدولية كان هناك تقارير مهمة تتناول بعض تفاصيل الانتخابات القطرية مع منظمات دولية لحقوق الإنسان التي أدانت الانتخابات القطرية على وجه التحديد بسبب ما وصفوه بالتفرقة بين القطريين الأصليين والقطريين المتجنسين واعتقادهم بأن هناك انفصالا بينهم وأنهم يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية وأقل شأن من بقية المجتمع من ناحية التصويت وهذا أمر يتناقض مع مبدأ الانتخابات والديمقراطية ترجمة نانسي قنقر